بسم الله الرحمن الرحيم الآن نأخذ دالة القيمة المطلقة الدالة الرئيسية هي Fx يساوي مقياس X وتعرف على النحو الثالث X عندما X تكون أكبر من الصفر أو صفر عندما X تساوي صفر أو سالب X عندما X تكون أقل من الصفر يعني لو رسمنا الخط بهذا الشكل هذا الصفر إذن X تساوي الصفر وفي المرحلة هذه هنا ستكون X أكبر من الصفر حتى تأخذ X وفي المرحلة هذه ستكون X أقل من الصفر حتى تأخذ X حسنا حسنا الآن نفسر معنا كلام الموجود إذا أخذت قط و أخذت هذا الصفر و أخذت نقطة 2 إذا أخذت المسافة من الصفر إلى 2 ستكون أقل يساوي 2 إذا أخذت هنا سالب 2 و أخذت المسافة من الصفر إلى سالب 2 مستحيل أن المسافة يساوي سالب 2 ستقل كيف نتخلص من الصفر السالب سنضرب السالب السالب سيصبح موجب سيصبح المسافة تساوي 2 إذن من التعريف يتضح أن القيمة المطلقة تكون دائما إما موجبة في هذه الحالة كذا أو كذا أو صفر في الحالة هذه ولا يمكن أن تكون سالب طيب الآن لو طلب مننا قال لك أوجد مجال التالة المقياس و المدى طبعا رسمتها ستكون بهذه الصورة سأوضحها في السؤال إن شاء الله بعد هذا المطبع في مطبع آخر سأشرح لكم إن شاء الله كيف طريقة التمسيح طيب الآن عندي هنا هذه طريقة رسمة دالة المقياس قلنا المجال و المجال هو مجموعة الأعداد الحقيقية طيب لو طلب مننا المدى المدى نبدأ من محر الصداد المدى و المدى الآن نعرف كيف نستخدم الآلة الحاسبة في رسم دالة المقياس ندخل ندخل رسم الحنايات و نضغط على زر option بعدين نضغط على زر F5 بعدين على زر F1 الآن نكتب X X يقول ما ن awhile هذا م BMW اشخ cetera رسم يستخدم اليوم شكرا